موسيقى أهلا بكم عزام شاهدين إلى حلقة جديدة من فضاء حر نناقش فيها أداء الأحزاب السياسية اليمنية وإمكانية تفعيلها موسيقى منذ ثلاثة أعوام تشهد الحالة السياسية في البلد جمودا تاما تقول الأحزاب أن ذلك هو الطبيعي على اعتبار أنه لا أرض للسياسة الآن بعد أن جرفتها الميليشية فيما يقول منتقدو هذا الوضع إن حالة الجمود السياسية التي ترافق الحرب تبدو في جزء منها مرتبطة بشكل أو بآخر بعجز الأحزاب أو بحساباتها التي تداخلت وتشابكت مع الحسابات المحيطة بالأزمة اليمنية يتشكل سدا منيعا أمام أي تقدم ينهي الأزمة في العام 2014 نبتت الحرب لتثمر سقوطا مدويا للدولة على هامش الصراع السياسي بين الأحزاب وحتى اللحظة لا يزال هذا الصراع هو الحفرة العميقة التي تلقفت كل تضحيات اليمنيين وتشكل أمانعا آخر أمام كل آمال التعافي والخروج من هذه الأزمة صراع حزبي على هامش المعركة الكبيرة يلقي بضلاله على حياة اليمنيين ويزيد من تأزم الوضع الذي لم يعد يحتمل الكثير من الأزمات تصاعد هذا الصراع تحت لافتات عدة مدفوعا برغبات خارجية لإعادة صياغة الأشهد اليمني وفقا لما تقتضيه مصالح هذه القوى مقابل كل هذا تتصاعد دعوات لتجاوز الأحزاب القائمة والبحث عن خيارات سياسية من خارج الأطر التقليدية على اعتبار أن ذلك يمكن أن يشكل خطوة في طريق إعادة تجميع قوى المجتمع لمقاومة الانقلاب ومشاريع التفتيت المدعومة من الخارج لمناقشة حيثيات هذه البدائل وأسباب العجل السياسي الذي تعانيه الأحزاب في المرحلة الراهنة وكيف أثرت هذه الحالة على المشهد اليمني وما مصير كل محاولات إعادة تفعيل المسار السياسي لدعم السلطة الشرعية سيكون معنا كل من نائبي رئيس الدائرة الإعلامية لحزب الإصلاح الأستاذ عدنان العديني من الرياض ومن تعز سيكون معنا المحلل السياسي الأستاذ عبدالهادي العزعزي والبداية معكم بسؤال مشترك هل لازالت الأحزاب السياسية قادرة على إحداث تغيير في المشهد السياسي اليمني أم أنها تحولت إلى مجرد صدى صوت لأطراف خارجية ولأجندات غير وطنية والبداية معك الأستاذ عدنان عديني بسم الله الرحمن الرحيم الحديث عن العملية السياسية هو فرع عن الحديث عن الدولة اليمنية فقدنا نحن في اليمن الدولة والمعركة القائمة الآن هي معركة استعادتها الأحزاب السياسية لا تستطيع أن تنافس على إدارة دولة غير قائمة ولا موجودة بمعنى أن المشروع القائمة الآن هو مشروع يتجه نحو إيجاد الدولة وليس إدارتها المنافسة التي نحدث عنها دائما بين الأحزاب السياسية هي منافسة على إدارة الدولة والوصول إلى الحكومة لكن هذا الأمر الآن غير مستبعد ويفرض أننا نعمل جميعا في إطار مشروع وطني هدفه استعادة الدولة بقوابط استراتيجي بجميع مؤسساتها كقوة وحيدة صاحبة السيادة والقرار العام داخل البلد لا ينافسها أحد ومن ثم بعد عند إيجاد السلطة السياسية عودة الدولة سنجد القوى التي تضمن العملية السياسية ويما فيها نشاط الأحزاب السياسية لن نستطيع الحديث على منافسة سياسية على نشاط حزبي كما هو معروف ومتعارق عليه لا حسب عركة الدولة واستعادتها بطبيعة بنظامها الجمهوري دولة يمنية واحدة وبنظام الجمهوري يقفل الجي السياسي نعم إذن الأولوية من وجهة نظر الأستاذ عدن عديني هي استعادة الدولة الآن ومن ثم الحديث عن منافسة سياسية بين المكونات الحزبية أستاذ عبدالهادي هل تعتقد أن الأحزاب السياسية الموجودة الآن على الساحة قادرة على إحداث هذا التغيير أو إنجاز هذه المهمة وهي مهمة استعادة الدولة أعتقد أن ما طرحه الأخ عدنان قد نتفق إلى حد ما فيما طرحه لكن يبقى السؤال الأهم إن كانت المرحلة والفترة هي استعادة الدولة فما دور الأحزاب في استعادة الدولة هل فعلا تعمل الأحزاب بشكل قاد لاستعادة هذه الدولة أم أن البعض يشكل عائقا أمام عملية الاستعادة هذه ربما قزء من المشهد العام لو وصلنا إلى النقطة الأولى وهي استعادة الدولة وكان هناك إيميانا حقيقيا لدى القوى السياسية باستعادة الدولة لشاهدنا القوى السياسية جميعا تتصدر مشهد الاستعادة وتحضر داخل هذا المشهد بكل قوتها وبكل جبروتها بكل إمكانياتها إما أنها تدفع المجتمع أو تحرك الأدوات المساعدة للعمل على الجانب الحقوقي والعمل على الجانب الإنساني والعمل على الجانب السياسي الخارجي على الأقل تستغل كل علاقاتها بأطراف المنظومة السياسية العربية أو الدولية من أجل الدفع باستعادة الدولة مع الأسف الشديد كانت الأحزاب اليمنية جزءا من المشكلة ولم تكن جزءا من الحل ولا الاستعادة ومع هذا فبقت بعض الأطراف مع الأسف الشديد اليوم من خلال تقييم خطابها وخطاب أعضاءها قد تكون ضد استعادة الدولة هناك إشكالية أساسية في الثقافة السياسية لدى القوى السياسية اليمنية والإشكالية الأعمى في القاموس السياسي اليمني وهذه هي الكارثة الحقيقية قد تكون بعض الأحزاب اقتربت من أن تؤدي دور ما يفهم بالحزب السياسي أو الجماعة السياسية بالنسبة 50% لكن هناك بعض القوى قد انحضرت إلى ما دون الصف وأصبحت ضد وجود نفسها كقوى سياسية بكونها جماعة لا ديمقراطية ولا تؤمن بالتعدد والاختلاف نعم إذن ربما الوصف الأكبر الذي أطلقته السيد عبد العزيز العقز والفشل في أداء المنظومة الحزبية الموجودة الآن أستاذ عدنان تحدثت عن الأرضية غياب الأرضية السياسية الملائمة لأي نشاط سياسي لكن هناك من نتحدث بأن المشكلة ربما ليست في الأسباب الموضوعية للنشاط حزبي وإنما لأسباب تتعلق بطبيعة هذه الأحزاب وصراعاتها فيما بينها وغياب أو وجود أزمة ثقة كبيرة بين هذه الأحزاب كيف يمكن أن تعلق؟ هو في الحقيقة من الطبيعي أن يحدث تنافس وتباين ما بين الأحزاب السياسية لكن السؤال هنا على أي أرضية تقف جميع هذه الأحزاب حين تتنافس ما هي الأرضية التي نقف عليها في الحقيقة الدور المطلوب من الأحزاب السياسية في المرحلة الحالية كما حددت هي لنفسها وأعلنت أكثر من مرة بأنها تعمل على مواقهة الإنقلاب والسعادة الشرعية هذا الدور الأول الدور الثاني يفترض أنها تحرس مسار عملية البناء وتحرس بتحديد الأرثة الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية الإعلام والصحافة والعمل المدني هذه وظيفتها خاصة في مرحلة البناء هنا نستطيع أن نقيمها بشكل وفق قضايا ملموسة الحديث على أنها مختلفة نحن نقرد أن الأحزاب السياسية هي في طبيعتها مختلفة لكن هذا الاختلاف يفترض أن يقف على أرضية أو يكون له سقف محدد هذا السقف أعتقد أننا نتحدث على ثلاث أفكار رئيسية هي الديمقراطية والنظام الجمهوري ودولة وطنية واحدة الخروج على هذه المفاهيم الرئيسية التي تمثل سقف للعملية السياسية برمتها وهنا سيسبب مشكلة لنا في المستقبل على اعتبار أن الاجتماع السياسي الحديث بالنسبة لنا اليمنيين هو قائم على جذر الجمهورية والتعددية السياسية تقتضي العملية الديمقراطية كيف نحرس هذه الأميرات بشكل جاد وهذا لن نستطيع في الحقيقة إلا إذا وقفنا ضد كل عملية انتهاك أي عملية انتهاك لحقوق المواطن أي عملية انتهاك للحرية السياسية هذه ستؤثر سلبا خاصة وأننا نعيش مرحلة عملية بناء الدولة الوظيفة الأولى التي تحدثت عنها ابتداء والتي أعلنتها الأحزاب السياسية بأنها تدعم الدولة اليمنية في مواجهة الانقلاب والشقة التالية من هذه المهمة وإعادة بناء الدولة اليمنية على هذه الأسوس التي يفترض أنها القذر الأول للحركة الوطنية اليمنية أو الأفكار المؤسسة للاجتماع السياسي الحديث بدونها نحن لا نريد أن نذهب إلى أي سلطة لا هناك سلطة معرفة لدينا وهذه السلطة عملت الحركة الوطنية اليمنية على تعريف بأنها سلطة الشعب وبالتالي يفترض أن كل عملية البناء التي تتم تحرسها الأحزاب السياسية حتى تؤدي فعلا إلى هذه النتيجة وهو أن يكفي الشعب كل قدر لكن الواقع أستاذ عدنان يقول بعض يقول العكس من ذلك بأن الأحزاب السياسية أو دور الأحزاب السياسية في المرحلة الانتقالية هي ما أدت إلى ما وصلت إليه الأوضاع الآن وهي كانت سببا في تداعي الدولة بشكل عام وليس فقط السلطة وأن هذا الصراع الذي بدأ واضحا في المرحلة الانتقالية هو امتد حتى هذه اللحظة ولم يتم حتى الاستفادة من تقربة ثلاث سنوات من الحرب والانقلاب ولا حتى من احترام ووضع اعتبار لثورة 2011 وقيمها التي أوصلت هذه الأحزاب إلى السلطة في المرحلة الانتقالية وفي الحقيقة حتى نكون أكثر اقترام من الواقع يفترض أن نحدد عنوين واضحة في عملية التقيم مثلا مسألة احتكار السلطة للسلاح حيازة واستخداما هذا المبدأ تم التراخي في التعامل معه وهو الذي أدى إلى الانقلاب لو أن القوى السياسية كانت صارمة في هذه المسألة نحتاج إلى صرامة في هذه المسألة لن تتأسس الدولة إلا إذا كانت على أولى مهام عملية البناء واحتكار السلاح للدولة هذا الأمر هو الذي سبب الانقلاب وهو الذي سبب حالة الفلتان أو ما نخشى أن نصل إليه في المستقبل التضحية الجسيمة ما لم يتم حسم مسائل من هذا النوع مسألة احتكار السلطة مسألة الحريات السياسية والمدنية قبل أسبوع أخدرت الأحزاب اليمنية بيانا دانت فيها حالة الاستهداف للصحافة في المناطق المحررة وقالت أنها لا تريد أن ترى مشهدا آخر يشبه المشهد الذي يقري في صنعه الأحزاب السياسية في الحقيقة تريد أن تحافظ على المكسب الذي أنجزته الشرعية وبدأت التحالف العربية السخيفي في جهوده والمشكور في دعمه وتريد فعلا أن تحافظ على هذه التضحيات حتى تثمر الصحيح وهي تعزيز الحرية بعد مسألة أيضا التسليم الكامل بأن الدولة هي صاحبة الحق في احتكار وامتلاك السلاح هذه النقطة لو أن نقيمنا الأحزاب السياسية كيف تتعامل مع هاتين النقطتين موضوع الحرية السياسية وأيضا موضوع امتلاك السلاح سنجد أننا أمام مشهد يحتاج إلى كثير من المعالجات حتى نصل الاستقرار وفق هذين المعيارين نعم وحتى في هذين المعيارين هناك أيضا من الذي يوجهت نظر بأنه حتى في هذين الجزئيتين لم تقدم بعد الأحزاب السياسية نموذجا يعني قيدا فيما تعلق ب احترام مسألة احتكار السلطة أو الدولة للسلاح أو حتى على مستوى الحقوق والحرية على مستوى حتى هذه الأحزاب أو فيما بينها سأعود إليك أستاذ عدنان أستاذ عبدالهادي كنت تحدثت عن مظاهر للفشل والتعثر في عمل الأحزاب السياسية يعني يمكن أن تذكر لنا أبرز مظاهر هذا الفشل الذي أشرت إليه أولا علينا تقييم وضع الجمهورية اليمنية وما حدث فيها ابتداء من ما قبل مؤتمر الحوار وقبل وصول جماعة الحوثي إلى خمر ومن ثم إلى عمران أعتقد أن كنا يمكن أن ننقذ لو أن الأحزاب السياسية أثناء وصول الحوثي إلى خمر أو عمران اجتمعت في صنعا واعتبرت هذه الجماعة جماعة مسلحة وجماعة عنف وتهدد النظام والدولة كان يمكن إيقافها وخلق استفعاف شعبي ما كنا بحاجة إلى كل هذا الدمار وكل هذا التشرد لو أن الأحزاب كانت ديمقراطية وتعيمها ما لو أن لقنة الأحزاب السياسية التي كانت تجتمع معها بن عمر حددت من يحق له دخول مؤتمر الحوار الوطني ما كانت لتقبل الحوثي لأنهم قمع عماد سياسية لو أن الأحزاب السياسية كانت تعي ما هي مسؤوليتها كقوى حلت بدل القوى الاجتماعية التقليدية وكأدوات لتنظيم المجتمع ربما لم يتظاهر قادة سياسيين ضد حكومة يمتلكون فيها وزراء في حكومة الوفاق الوطني وهم يدركون أن هذه الحكومة حكومة تسوية وضعا عام أو تزمية ملعب كما كان يسميه الأستاذ قرلا عمر الله يرحمه هذه المسألة الثالثة والمسألة الرابعة بالنسبة للقوى السياسية هل هذه القوى السياسية قوى تقيد الخلاف أم الاختلاف ما أشهده أنا يجب أن لا نعمل إرباكا بين الإصطلاحين أغلب القوى السياسية اليمنية آخذة مبدأ العداوات لغة كراهية لغة عنف لغة تشكيك ثقافة جماعات مهزومة وهذه الجماعات المهزومية تلك الجماعات التي تظلت في المعارضة فترة طويلة جدا والآن بدأت تستقدي هذا العمل وكلما سمحنا لها أن تتحرك إلى الشارع نجد أنها معاقة تماما عن الحركة إما أنها لم تؤهل الحركة أو أنها لا تمتلك الممكنات في المقابل أنا أعذر هذه القوى السياسية في بعض الأشياء هذه القوى السياسية لها مكاتب في بعض المحافظات من 10 إلى 12 شخص إلى 20 شخص على أعلى وقه لكن عندما نهارت الدولة بعض القوى السياسية في بعض المحافظات تشكر جدا على أدوارها التي أدتها في أنها لم تسمح بانهيار المجتمع بعد أن انهارت السلطة والدولة عملت على تماسق المجتمع خصوصا في بعض المناطق القنوبية والغربية وانهارت المسألة في بعض المناطق القنوبية إلى الصيف لكن اليوم لا زالت بعض القوى السياسية كلما شعرنا بتحسن ونوع من الاندفاع كنت أتمنى أن أشهد أن القوى السياسية المؤيدة لاستعادة الشرعية أو المؤيدة للسلطة الشرعية تتحول إلى فعلا قوى تسعى أولا إلى استعادة الدولة كون الدولة هي الأساس الذي تتواجد داخله الأحزاب ثم تبدأ فيما بعد المسائل الأخرى ما نلاحظه من خطاب التشكيك خطاب تقسيم للجبهة الداخلية خطابا يشعر الناس بحالة من الهزيمة يقتل الأمال هذه المسائل يجب أن يتم مراقعتها وتقييمها أعتقد أن الشارع متحسس جدا ما هو تفسيرك سواء عبدالهدي سواء القواعد المستوى للشارع ولن تمر هذه من حساب نعم سواء عبدالهدي ما هو تفسيرك لهذا المستوى من الأداء والخطاب السياسي للأحزاب اليمنية بعد كل هذه التقارب المريرة التي وصلت إليها البلاد أو التي أوصلت بها الأحزاب البلاد إلى ما وصلت إليه كما يرى الكثير حتى لا نكون أختي متقنيين كثيرا أنا أقول أن الأحزاب السياسية اليمنية التي كانت متواجدة ما قبل التسعين هي خرجت من رحم تفكيرا انقلابي تفكيرا انقلابي من حيث المنشأ هذا التفكير الانقلابي من حيث المنشأ لا يقبل الآخرين ولا يتقبل بهم على الفترة الديمقراطية منذ عام تسعين إلى انفجار الحرب في 2014 لو حسبناها بـ 24 عاما كانت كفيلة بأن تنضج الأحزاب وتعيد تأسيس نفسها على أساس ديمقراطي هذه الأحزاب تدعي الديمقراطية لكن خطابها وتحليل الخطاب وتقييمه خطاب عنف مخيف هذا العنف يبدأ من اختيار المفردات مفردات القاموس السياسي عدوات الضبط فيه العلاقات مع الآخرين هناك فرق بين الاختلاف بالطبيعة أن تكون الناس مختلفين لا إذا تشابه اثنان في كل شيء فلا داعي لوجود أحدهم الاختلاف شيئا أساسي لكن الخلاف هذه هي الكارثة بعض الأحزاب والقوى السياسية مع الأسف الشديد وأقولها بكل صلاحة سلمت صنعاء يومها كنا في صنعاء وهناك من سلم صنعاء نكاية بالإصلاح ليست عاصمة الجمهورية اليمنية هذا كان منطق بعض الأطراف في القوى السياسية حين سلمت هذه المدينة من مبدأ النكاية إن كانت هذه القوى الطريعية لبعض القوى السياسية التي تدعي أنها تريد أن تحكم البلد يوما ما سلمته نكاية بفلان أو فلتان أو تنازلت إلى هذا المستوى عليها أن تقيم اليوم ما مدى النكاية التي مارستها اليوم نحن نتقاوز أكثر من 200 ألف قتيل هذا قزء من النكاية الذي أدى إلى تقدم قوى من الكهف قوى غاشمة لا تدرك شيء سوى القرفة لكل شيء ولا شعار لها سوى شعار الموت فكيف تماهى الناس مع هؤلاء هناك منظومة من الأخطاء الكبيرة لو أن القوى السياسية أدركت شيئا واحد أن المبدأ غير قابل للتجزئة وأن ما هو عنف يظل العنف وسوف يدفع هؤلاء الذين يدافعون عن العنف ثمنه دفعنا الشعب اليمني بأكملنا ثمن هذا التراخي ولا وعي ولا رشد لدى القوى السياسية ولا ديمقراطية ولا تحمل المسؤولية نعم إذا أنت ذكرت أن يتحمل مسؤولياته نعم يعني ذكرت جملة من المظاهر لأداء الأحزاب السياسية خلال فترة الماضية وصولا إلى الآن وربما أشرت بشكل أو بآخر إلى حزب الإصلاح وهو ربما الحزب الأكبر أو من الأحزاب الكبيرة في البلد سواء كان سواء الأمور كانت في بدايتها نكاة به أو الآن قزء من صراع إقليمي محلي مع حزب الإصلاح أستاذ عدنان يعني هناك من يرى أن الأحزاب السياسية أصبحت عيب الآن على المشهد السياسي في البلد وقزء من ما يعيق أي حل سياسي قادم كحزب الإصلاح الآن ما هي خططه لاستيعاب هذه المشاكل لحل حالة الأمور باتقاه الأمام منذ أن سقطت عاصمة البلد طبع رئيس الجمهورية مع عموم الشعب اليمني وهو نداء كان يشبه نداء الذي يستدعى في قوات الاحتياطة وعموم الشعب اليمني وكل حامل سلاح في الحقيقة لأن هذا الخطاب لا يصدر إلا إذا يعني عجز الجيش عن مواجهة عدو خارجي أو إلا إذا سقطت العاصمة ومؤسسة الدولة بهذا الشكل الذي لاحظنا في تلك اللحظة صار المعني بهذا صار اليمنيون جميعا معنيين بهذا المشهد ولم يعد الأمر يعني قاصرا على هذا الحزب أو ذاك هناك معركة واحدة ليست معارك متعددة الحالة السياسية المستقرة هي التي تجعل من الممكن أن نخوف معارك في آن واحد معارك سياسية وأن نتنفس فيها لأن أمامنا الآن القواعد التي تحكمنا الآن هي أشبه الإدارة الطائرة يفترض أنه صفر في حين أنه في وضع الاستقرار يكون أهمش الخطأ مقبول يعني وكبير أشبه بقواعد تحريك السيارة نحن الآن في وضع ألا دولة ويجب أن تعود الدولة الأخطاء التي ترتكب يفترض أن تراجع بشكل عاقل الأحزاب السياسية قدمت برنامج تنفيذي سياسي لأخر رئيس الجمهورية ويفترض أن هذا البرنامج قد صدر في إعلان وتم تدشينه لتبدأ مرحلة التحالف وقاعدة المشتركات التي تذهب بنا إلى شراكات واضحة هذه الشراكات لا تلغي الشعب يعني لا نريد الشراكات السياسية أن تكون على حساب إرادة الجماهير لكن أيضا نريد هذه الشراكات أن تنشأ وعلى مدى زماني طويل شريطة المحافظة على المشتركات الرئيسية هذه المشتركات الرئيسية كما ذكرت في بداية الأمر نحن نضاء دولة واحدة من جمهوري تعددي ديمقراطي هذا الأمر يفترض أن يحسن المؤسسات السيادية للبلد يفترض أن يعاد بناءها وفق رؤية وطنية هذه الرؤية الوطنية تتجاوز حالة الانغلاق والاحتكار التي كان قائما خاصة في القوات المسلحة نريد فعلا أن نجد ساحة سياسية وميدان سياسي مفتوح مهيئة للعب الجميع دون استثناء أحد هذا الأمر فعلا نحتاج أن نخرج فيه للناس بخطاب وقد كان البرنامج هو مخصص لهذا الأمر البرنامج التنفيذي نتمنى فعلا أن تضغط جميع الأحزاب السياسية وأن يعلنها وأن يخرج لهذا التحالف الوطني الذي هو بحد ذاته هذا البرنامج هو أشبه للمرحلة الماضية والاعتراف بأن هناك كان قصورا كان يفترض أن لا يبدأ بالأساس حتى يستمر نعم لكن سيد عدن هناك من يرى بأن الواقع عكس ما تقول تماما وأن هناك على الأرض ربما معركتان معركة بين الشرعية والانقلاب من جهة ومعركة بين الشرعية ومكوناتها من جهة أخرى والمعركة ربما المعركة التي داخل مكونات الشرعية وخاصة على مستوى الأحزاب السياسية تبدو ربما أكثر وطأة من المعركة الأخرى وسحبت الكثير من الرأي العام بهذا الاتقاه وأن استمرار هذه المعركة لا يمكن أن يقود إلى استعادة الدولة ويعني مع تسليمي بشيء مما قلتي لأنه المعركة التي ذكرتها هي لا تسمى معركة بعض وجهة النظر لكنها لا تقارن بالمعركة مع الانقلابين الانقلابين قوة لا تؤمن بكل يعني ما أؤمن به جميعا المسلمات السياسية هي يعني نحن نختلف مع الحوثي فيها جملة وتفصيلة لكن ومع ذلك كنت أقول أن البرنامج يفترض أنه حل تلك المشكلات يعني لماذا قضينا فقنا عام كاملا من الزمن ونحن نتناقش حول تلك المسائل لو أن الأمر مستقيم والوضع طبيعي ومستقر والأمور في طريقها صحيح لم يحتجنا لكل هذا الوقت النقاش أنفقنا هذا القهد الكبير ويفترض أن يخرج هذا القهد إلى النور عبر إعلانه لأنه حل تلك المشكلات التي تتحدثين عنها الأحزاب في اجتماعتها كانت تعترف أن هناك بل أن هذا الاجتماع بحد ذاته وهذا البرنامج هو اعتراف بأن هناك مشكلات يفترض أن نتجاوزها على طريق مواجهة الانتلاب ويعادة بناء الدولة اليمني نعم أسر عبدالهادي هناك أيضا من يرى بأن تحميل الأحزاب السياسية مسؤولية كبيرة لما وصلت إليه الأمور بأنه فيه كثير من الإجحاف وأن حالة الحرب التي تعيشها البلد إضافة إلى التقاذبات السياسية على المستوى الإقليمي وتضارب الأجندات بشكل كبير على المستوى الإقليمي والتي ألقت بضلالها على المستوى المحلي إضافة الارتهان واستلاب الإرادة إرادة كثير من الأحزاب لهذه الأجندات جعلت هذه الأحزاب غير قادرة على إدارة شؤونها وعادة لملمة نفسها بحيث تشكل قوى وطنية لمواقهة كل هذه التحديات قد أتفق معي فيما ذهبت إليه لكن أنا لا أعطي الدورة الإقليمي حقما أكبر من حدمه إن لم يجد له حاضن محلي هناك حواضن محلية أعتبرها حواضن محلية ما قبل ديمقراطية أو بالأسق أسقطت الجانب الوطني وتحولت إلى مجرد أدوات لبعض القوى الإقليمية هذه الجماعات لديها مشكلة في النشأة أنا أتكلم خلاما دقيقا لديها مشكلة في قانون المنشأ قانون المنشأ كان قائم على أساس انقلابي وبالتالي عندما أكون أنا لدي استعداد نفسي لتقبل الإنقلاب فأنا لدي استعداد نفسي لتقبل أن أكون محكوما من إنقلاب آخر هذا جانب أساسي الجانب الثاني لو أن فعلا القوى السياسية كانت لديها بعد نظر وتدرك هذه الأبعاد كانت قرقت للناس بخطاب واضح أن الاتجاه يسير نحو إنقلاب معين والقوى الفلانية المسمى بتنظيم فلان والجماعة الفلانية لديها نية أو تقوم بإجراءات انقلاب ونحن ندعو إلى التعبئة العامة لمواقعة هذا الانقلاب لأن الانقلاب لن يكون على رئيس الجمهورية ولا على سين وصاد سوف يكون على النظام الجمهوري نفسه على مستقبل البلد على البلد بشكل عام ليس على سين وصاد من الناس هناك مواقف لا تحتمل التجزئة ولا تحتمل المراهنات القانبية القوى السياسية لم تكن قاهزة أتت الثورة وهي غير قاهزة لتسلم بلد علينا أن نكون واضحين أنت تشئ إذن لقوى سياسية بعينها سعدها أراد نظام صالح أن نتعلم مكملاتا له سعدها أنت لا تتحدث عن منظومات حزبية بشكل عام تتحدث عن مكون سياسي بعينه أليس كذلك أنا أتكلم عن أغلب المكونات أنا أتكلم عن لغة خطاب سائدة قد تشدي في مواقع هذه القوى في تصريحاتها الرسمية في تصريح الأمانات العاملة وإن كان البعض يحاول تحسين تصريحاته ببعض المفردات الحديثة في القاموش السياسي لكن آلية الأداء والإمكانيات كانت مضروبة البلد لم يكن بها تنمية سياسية بالمعنى المطروب اليوم أنا لا أطرح هذه الأحزاب أمام محاكمة بقدر ما أطرح هذه الأحزاب في كيفية تدارف نفسها أنا رجل يدعي أن الدولة التي ننشدها كدولة ديمقراطية لا يمكن أن تقوم بدون الأحزاب لكن ليس بهذه الوضعية أنا أقول أن الأحزاب طرحت في مكان غير قادر على شغله بالمعنى الحقيقي هي طرحت الآن بأنها نخبة البلد وعليها أن تواقه وعليها أن لا تنهزم على الجميع أن يدرك ما الذي قدمه الفرنسيين عندما سقطت الدولة الفرنسية بيد الألمان ما الذي قدمه مثقفيها ومفكريها وقادتهما السياسيين كيف تحول قادة كبارا إلى مبرد كتاب داخل إدارة التوقيه المعنوي والجيش وغيره لم تبرز خطابات تطالب في منطقة كتعز مثلا أنا كنت بأمس الحاقة إلى خمس مقاتل أنا واحد من الأشخاص الذين كانوا أطرح من سوف يتزعم المقاومة داخل هذه المنطقة المدنية على اليوم هما كمن ينتقص هؤلاء الذين تزعموا المقاومة ويطالب بإعادة هيكلة الجيش وأن أتي بأولئك الذين كانوا ينامون في بيوتهم حين اكتاح البقية بأسلحة متوسطة وخفيفة اكتاح المعسكرات والمدينة والبلد كان هؤلاء ينتظرون أوامرا إلهية كما يبدو واليوم أتى من يريد انتقاص هذه المسألة هذا كمثلا من ضمن الأمثل القائم الفكرة واضحة السيد عبدالهادي والفكرة واضحة والشواهد كثيرة السيد عبدالهادي والأمر يقودنا ربما إلى ثلاث سنوات للوراء أستاذ عدنان هناك من يرى بأن الأحزاب السياسية في 2014 التي لم تحدد موقفا واضحا تجاه جماعة تحمل السلاح وأنت تحدثت قبل قليل بأن المشكلة كانت حينها بعدم احتكار الدولة للسلاح لكن أيضا صوتا سياسيا حزبيا في هذا الشأن لم يصدر بشكل واضح حينها وتم التلك وتم هناك استيعاب بعض الأخطاء الكبيرة على أمل أن يتم تقاوز المرحلة إلا أن وصلنا إلى إسقاط الدولة بكل معسكراتها ومؤسساتها الآن المشهد يتكرر للمرة الثانية انقلابات تحدث على مستوى الشرعية في القنوب وهناك أيضا ممارسات حزبية تكاد تكون أيضا في باطنها انقلابية وهي تضرب في عمق المقاومة والجيش الوطني كما أشار أستاذ عبدالهادي العزعزي وإضافة إلى وجود ميليشيات بغطاء سياسي بغطاء حزبي مقودة في تعز ومقودة في القنوب وحتى الآن أيضا لم نسمع أي صوت حزبي تجاه كل هذه الممارسات وكأن هذه الأحزاب تنتظر كارثة أخرى بعد الكارثة التي تحملها اليمنيون قبل ثلاث سنوات بعيدا عن ما حدث في الماضي القريب نحن بالحق إلى أن نتفق على ما يفترض عليه لمواجهة المشكلات التي نعيشها الآن يعني كثيرا ارتكبت ويمكن أن نقول فيها كلاما كثيرا لكن في هذه اللحظة يفترض أن هناك مسلمات بالنسبة لنا وهي صارت مرقعيات يعني منها مواجهة الانقلاب لماذا نواجه الانقلاب؟ لأن هذا الانقلاب كان سببه أن الدولة لم تكن محتكلة السلاح هذا الأمر لا يفترض أن نقبل به في أي ظرف من الظروف لا أعتقد أن الشرعية تخوض بناء المعركة من أجل أن توفر مناخ يشبه المناخ الذي سبق صفوط صنعا ولا أعتقد أن الإخوة في التحالف العربي يقبلون من الوضع الذي يتناقض كليا مع مشروعهم وما يطرحون وحرصهم على اليمن واعتبارهم أن أمن اليمن هو مرتبط بأمن الخليق بل ومؤثر فيه لا دركة كبيرة هذه القهود الكبيرة يفترض أن نضعها يعني نضع المشهد أمامنا ونحدد ما الذي يفترض أن نقلق منه وعلى رأس هذه القضية دعم فكرة أن الدولة هي صاحبة الاحتكار للحق في احتكار السلاح حيازة واستخداما هي الوحيدة يفترض أن هذا الأمر يحسم وأي حالة خروج عن هذا الأمر يفترض أن الأحزاب السياسية تقول فيه رأيا على حالة استمرار مثل هذا الأمر سيقضي على الحالة السياسية هي ستجد نفسها من حيث المبدأ يعني من حيث وجودها مهددة إذا ما استمر إذا ما حصل خطأ في هذا الجانب افترض أن لا يحصل هذا الأمر يكون واحدة من المسلمات الأمر الآخر حراسة الحرية العامة في البلد والحرية السياسية وحرية الإعلام والعمل المدني هذا الأمر من أوجب الواقبات بالنسبة للأحزاب السياسية لنفترض أن التجربة الماضية كانت عبرة لنا ونجعو بعضنا جميعا وأعتقد أن البرنامج التنفيذي لو خرج إلى العلن لحل هذه المشكلات الرئيسية المقاومة يعني بعد إدماجها بالقوات المسلحة هذا نوع من احترام القهود التي بذلت وحرست المدن يوم أن سقطت مؤسسات الدولة المركزية فمهم معالقة مثل هذه القضايا وقد ورد كثير منها أتمنى أن أبدأ للأحزاب السياسي جهودا أكبر لإخراج هذا البرنامج للعلن لست مع أنا يبدو أن يعني قد يكون التباين لا يوجد التباين كثير بيني أنا والأخ عبدالهادي إلا أن المنطق السياسي وحرصي على فعلا على لملمة المشهد والخروج بتحالف وطني يودي إلى إخراج البلد من هذا الوضع لكن الخروج الذي يجعل الخروج من الحرب الذي يجعل هذه الحرب آخر الحروب وليست حربا تلحقها حروب هذا المنطق الذي انطلقنا منه هو في الحقيقة منطق المثقف المفكر الذي فعلا يفترض أن يرقب الحالة السياسية ويراقب الأحزاب أيضا وأداءتها مثل ما يراقب السلطة ويقول لنا عيوبنا هذا نحن أننا نستفيد منه بل نطلب منه أن يستمر في هذا النقد وكل المثقفين والحالة السياسية تغتني بمثل هذا النقد الذي يتحدث نعم لكن الأمر يتعلق ربما بأداء على الأرض وليس مجرد تصريحات نسمعها الآن من كو أنت قيادي تنفيذي في حزب سياسي وليست خارج هذه الدائرة تتحدث وكأنك تقيم أداء الحزب ولا بعيدا عن أداء الحقيقي الحزب الذي نراه على الأرض لا وجود لكل ما تقوله هذا من جانب من جانب آخر هناك من يرى بأن الأحزاب السياسية مستعدة لتقديم أي تنازلات سياسية لأطراف خارجية وأطراف إقليمية وفي ذات الوقت ليست على استعداد لتقديم أي تنازلات فيما بينها لتشكيل قوة وطنية تقابه هذه التحديات التي تؤهها البلد أنا في الحقيقة أتحدث من واقع تجربة أخذناها لمدة أكثر من سنة في نقاش داخلي بيننا وبين الأحزاب السياسية والحقيقة أن هذا النقاش هو انعكاس للمشكلات القائمة على الأرض ليس نقاشاً افتراضياً هو انعكاس لهذه النقاشات التي تواقهنا نحن ونحن ذاهبون في مسار بناء الدولة وخرجنا بذلك بتلك الحلول التي نزعم أنها حلول البرنامج التنفيذي الوطني الذي يفترض أنه قد يعلن أو يفترض وأتمنى أن يعلن قريباً أما بالنسبة لتنازلة الأحزاب فيما بينها لا أعتقد أن هناك أي قوة ستجبر الأحزاب الداخلية أو خارية ستجبر الأحزاب السياسية على تغيير مواقفها ومواقف الأحزاب السياسية والأحزاب السياسية هي إلى حد ما تحتاج إلى استقامة إلى عودة الدولة فعلاً حتى تمنحها السقف الذي يرعاها غياب الدولة ومؤسساتها الشرعية وضعفها هذا أيضاً ينعكس على أداء الأحزاب السياسية كلما اجتهدنا في تقوية موقف الدولة وهذه التقوية مصلحة لليمن ومصلحة والأخوة في التحالف العربي وهم حريصون على هذا الأمر كلما أيضاً ينعكس على أداء الأحزاب بقاء الدولة ضعيفة يجعل أيضاً أداء الأحزاب السياسية تعيش حالاً من الضعف نعم أستاذ عبدالهادي إذن تحدث الأستاذ عدنان عن برنامج ربما تم صياغته لم يرى النور بعد لكنه ربما يعول عليه كثيراً ويبدو من خلال ما طرحه الأستاذ عدنان بأنه يحمل حلولاً لكثير من المشكلات المشكلات النظرية والعملية الموجودة على الأرض بسبب بعض الخلافات الموجودة بين الأحزاب هل تعتقد أستاذ عبدالهادي أنه فعلاً لازل هناك إمكانية لأن تكون الأحزاب السياسية الموجودة في صيغتها تقليدية أن تحدث فارقاً على الأرض ضمن أي صيغة توافق وطني معين أعتقد لنا خبرة كبيرة بالبرامج والتوقيعات برامج الأحزاب السياسية اليمنية وتوقيعاتها تظل محصورة في النخبة تظل محصورة في النخبة لكن مع الأسف الشديد بعض الأحزاب لا تبلغ حتى قواعدها الوسطى وليست قواعدها الدنيا بهذه الاتفاقات وتصريحاتها أنا أتكلم عن اليوم اليوم نحن لا كهرباء لا أدوات اتصال محددة وإنترنت لازالت إلى البارحة تسيطر عليه الميليشيات يتحرك بسرعة بطيئة جداً ومطبعها كانت وصلت مطابع أخبار اليوم لا عداً تم حرقها الحمد لله تم إعادتنا إلى ما قبل المرحلة برمتها لا طاقة لا كهرباء لا غيره في ظل هذا الوضع هذا البرنامج كيف سوف يصل إلى أعضاء الأحزاب من الذي سوف يعمل من قيادة الأحزاب على إيصاله مع الأسف الشديد القيادات تتعامل مع الأحزاب على أنها لا قيمة لها وأنها أشبه بالقطعان بمجرد أن يوقع كبير القطيع فعلى القطيع أن يلتزم بما وقع لا يدرك بقية أفراد القطيع ما الذي يوقع عليه وما هي أدوات التنفيذه هذا إشكال الإشكال الأهم الدولة هنا العودة الخقولة للدولة وبهذا الأسلوب الذي حدث في عدن أنا حقيقة لا يبشرني بأي معايير للمستقبل هذا حصل في عدن انقلاب حوصر رئيس الوزراء في معاشيق والبقية بعض الأحزاب تعاملت كخطبة البكر الصمت كان علامة الرضا لم تبدي لا موقفا لا معا ولا ضد هذه قضايا لا تقبل المراهنات وأنصاف المواقف هناك مواقف يجب أن تكون حاسمة إن كنت عاجزا استدعي الناس اخشر جماهر الشارع لتتحمل مسؤوليتها لكن عليك أن تبرئ ذمة قولا نحن نتحدث عن إعادة دولة إعادة دولة وفق تقاسمات لهذا ثمون ولهذا ربع ولهذا سدوس ولهذا خمص وهذه ليست دولة هذه تركة رجولا مريض نعم سرعب بلهادي سرعب بلهادي علينا استعادة الدولة وتستعيد الدولة استعادة على الأدوات الخشنة الأدوات الخشنة هي الجيش هذه قوة هي من تستعيد الدولة وعلى قيادة البلد المنتخبة أن تتحمل مسؤوليتها وتحرك الجميع كقوة تابعة لها وأن لا تراهن على أحد وأن تدفع الشارع بهذا الاتجاه العمل السياسي وما بعده يتم بعد استعادة المبنى المنهوب الذي هو الدولة ونحن جميعا خارجه بدل القتال على الدورة الرابعة والثالث على الثاني نحن خارج المبنى ما قدوى هذا القتال العبثي إذن على القوى السياسية أن تبدأ أولا بإعادة صياغة الخطاب هناك ثقافة وطنية متشضية هناك إيدولوجيا دولة غائبة ذهنيا أولا وبالتالي تغيب ملحقتها على الأرض يغيب القانب العسكري هناك بعض القوى من تحولت إلى أوصية على المقاومة ومن تحولوهم المرقعية الأخلاقية والقيمية للجمهورية والنظام هذه القوى قوى سياسية تعمل بطريقة النكاية وبطريقة المسيس السري على القوى السياسية اليمنية أن تتحرر من وهم المسيس السري ومن وهم أيضا مخادعة الفلاح هذه مسائل لا ترتبط بهذا الشكل ضحاياها دماء وعليه سيد عبدالهادي ما هي الصيغة إذن ما هي صيغة العمل السياسي القادم ما دمعه اليمنيين في قرن نعم وعليه ووفق لك هذه المعطيات سيد عبدالهادي ما هي صيغة عمل سياسي مشترك قادم يمكن أن يخرج بالبلد من هذا المأزق علينا أن لا ندور المسألة لكي نفقد نحن الشعب من يقودنا أو كما يقول الناس من غريمنا هناك دولة هناك حكومة وهناك رئاسة وبيدها الجيش والبلد من حقها أن تبيع نصف البلد من أجل أن تحافظ على النصف الآخر هذه مسألة محددة نحن نقبنا في هذا البلد لكن كانت الحمد لله أن للبلد قيادة ولها حكومة وبيدها تفويضا كامل بقطع رؤيسنا وبمصادرة كل ما تملك على الأرض عليها التصرف أي أن كان حلفاءها هذه مسألة لا تؤمن نحن هنا قوة سياسية كانت تفويضها وهي من أسندت إليها الإدارة هذه القوة السياسية وهم شركاء ليسوا هم من فوض لكن هناك تفويضا للرئاسة والرئاسة بيدها هذه الصلاحيات وعلينا التفريق بين شيئين أنا أعتبر أن نقذ من صراع القوة السياسية هي مبررات لإخراج الرئاسة من الإحراج لإخراج الحكومة من حالة الفشل لإخراج القيش العرامرام الطويل العريض الذي ما زال ساكنا في بعض القباهات مع العسف الشديدة برغم أن إمكانياته كافية لإكتياح على القمورية اليمنية خمس مرات لكن لا ندري إلى أي مستوى تم ربط هذا القيش الجميع يوميا يقرر لأنه بدون إمكانيات بدون إمكانيات طيب إذا كانت بدون هناك ألف من المؤسسات الدولية هناك موانئ هناك قزر هناك عرض هناك وصل للدولة هناك أدوات كثيرة للضغط من خلالها نعم أستاذ عبدالله هناك أدوات كثيرة للضغط يمكن للأحزاب السياسية أن تضغط من خلالها نعم أستاذ عدنان هناك من يرى أن المقاومة على الأرض الفاعل الحقيقي على الأرض هم كثير من شباب الأحزاب السياسية وبالمقابل أيضا الدولة ومؤسسة الدولة هي كثير منها رجال أحزاب سياسية إذا لم يكن الأحزاب السياسية هي من ستحدث الفارق وستحدث الفارق سواء على مستوى القرار السياسي في مؤسسة الدولة والتي هي ممثلة أيضا من رجال الأحزاب أو على مستوى الأرض ضغط ميداني سواء على مستوى المقاومة أو القيش أو حتى عمل نقابي عمل طلابي أي صيغة شعبية للتحرك الداخلي على من إذن تعوي الأحزاب إذا لم تتحرك لا على الصعيد الشعبي ولا على الصعيد السياسي الأعلى وبالنسبة للسؤال لأبدالهادي ما صيغة العمل المفترضة التي تقوم الآن أنا لا أرى أن هناك صيغة أخرى غير صيغة أن تكتب الأحزاب السياسية في تحالف وطني على قاعدة المرقعية المتحدة عليها والمعترف بها من كل الجهات الدولية والقاعدية ومن ثم تبدأ تعمل وفق برنامج محدد لدعم مسار إعادة بناء الدولة بدون هذا الأمر نحن سنبقى أيضا نختلف ونختلف ولا نصل إلى نتيجة بدون أن يوحدنا برنامج هذا البرنامج يقول بأنه في النقطة الفلانية علينا أن نتصرف كذا يعني في موضوع الوظيفة العامة على الحكومة أن تعيد النظر في جميع القرارات التي صدرت إلى الآن وتوقف الإجراءات التي تقري إلى الآن هذا الأمر موجود في البرنامج التنفيذي فيما يحص القرارات التي صدرت في المرحلة السابقة أيضا على مستوى إعادة بناء الجيش ليس بوفق منظور صراعي يعني يريد أن يحسن بعض النافات السابقة مع أطراف القوامة وإنما من أجل إيجاد مؤسسة وطنية هذه المؤسسة الوطنية من حيث البنية ومن حيث الأهداف تخدم الدولة وليس الفئة الحاكمة تخدم الشعب هذه المفردات موجودة كلها في البرنامج ليس هناك من صيغة إلا أن تعلن سياسية هذا الأمر أو أنها تعطى لها نفسها وتجميد نشاطها لأنه أصلا ليس لها ساحة بالنسبة للساحة هي ساحة الفعل المقاومة الذي يملأه في الحقيقة القوى المجتمع التي خرجت بشكل عفوي في مواجعة جماعة أسقطت الدولة وعادت ويعني ظهرت من مرحلة ما قبل الجمهورية الأحزاب السياسية فعلا مطالبة بأن تكون حاسمة في هذا الأمر ومستقبلها على المحك وليس لها خيارات أخرى غير الخيار هذا خيار أدهاب نحو الوطني لأجل هذا المشهد لماذا لا تتحرك بعض الأحزاب منفردة إذا كانت لم تتوافق على موقف وطني جامع في أقل من دقيقة لماذا تتحرك الأحزاب الكبيرة منفردة بموقف واحد وصريح يعني هو كان الحرص خاصة في اللحظة التي نمر فيها الآن هو الحرص على الوحدة الوطنية أهم بكثير يعني أو ضرورة مرحة على اعتبار أن المسألة التي ناقشها ليست مسألة انتخابية بمعنى أن كل حزب يذهب ببرنامج انتخابي يعرضها على الشعب ويذهب لتنفيذه لا هي مسألة تتعلق بالشأن العام كله بشأن جميع المواطنين مسألة تتعلق بالدولة وشكلها بالنظام وطبيعته تتعلق بالتعبدية السياسية بحقوق الناس بالنسيق الاجتماعي للبلاد بالوحدة الوطنية بالتحلل الذي يجري في الشعور العام والحس الجمعي هذا الأمر يفترض أننا نمضي فيه وفي الحقيقة كان الصبر مطلوب من الأحزاب السياسية اللي ينجاز مثل هذه الكتلة لكن بما لا يؤدي إلى خلق أضرار جديدة قد توثر على العملية السياسية نعم نعم وهذه الأضرار ربما باتت واضحة أستاذ عدنان للدرجة بأن الوضع ربما بات ذاهبا باتقاه إلغاء المرقعيات التي تتكي عليها الأحزاب السياسية والبرنامج الذي تحدثت عن انتهى وقت البرنامج أشكرك أستاذ عدنان العديني النائب رئيس الدائر الإعلامي الحزب الإصلاح كما أشكر الأستاذ عبدالهادي العزيز المحلل السياسي كان معنا من تعز أشكركم أعزائي المشاهدين لطيب المتابعة تقبلوا في نهاية هذه الحلقة تحياتي وتحيات منتج البرنامج كمال حيدرة إلى أن ألقاكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد في أمان الله اشتركوا في القناة